بسيرة السادة الصوفية قدس الله سرهم مع سيدي الحجازي دسوقي وكتاب الطبقات الكبرى تعليم محيد الدين الطعمي لمجلد أول مكتبة ثقافية بيروت لبنان وإحنا الحين وصلنا إلى موايدين الله عين نكملهم محمد بن الخضر الله خضر عليه السلام بن تيمية الحراني فخر الدين حران شيخ حران وإمامها وخطيبها الإمام العارب بالله شيخ الإسلام الحبر الجابت قطب زمانه انت قطب زمانك مولانا الحجازي حاليا من كراماته رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه جبريل وهما جالسان في موضع بحران حران هاي بيران مو مولانا لا بس حران ليه بلد ابن تيمية حران سوريا ايه الحران الحرانية فسأل الرأي النبي صلى الله عليه وسلم ما سبب حضوركم في هذا الوضوع فمد يده واشار إلى نحو باب دار الشيخ الفخر وقال الفخر قد مات قال فمات الفخر في الجمعة الأخرى من كراماته رأى رجل الشيخ الفخر الفخر مع الإمام أحمد وهما يسيران وكان هذا الرأي قد رأى في حالة الشيخ رجلا من الصالحين يقول له في نومه مر إلى الشيخ الفخر وخذ لك عنه عهدا أن يشفع فيك غدا فإنه قد أعطي الشفاعة في كذا وكذا من كراماته رأى رجل الشيخ الفخر في نومه وقد صعد إلى منبر جامع حران ومعه مصحف ففتحه وقفه والنبي صلى الله عليه وسلم فوقه على المنبر يقرأ من ذلك المصحف من كراماته رأى رجلا في منام جماعة معهم سيوف ورماح ورايات فإسئلوا عن حاله فقال السلطان يركبه نحن في انتظاره فقيل لهم من السلطان قال الشيخ الفخر فمن كراماته رأى رجل في منام الشيخ وعليه ثياب حسن جميلة فقال له أما قد مت قال بلى قال ماذا لقيت من ربك قال وقفت بين يديه فقلت كم ننتظرك كم ننتظرك قال فقلت وأنا والله مشتاق أنا والله مشتاق فقال الرائي فأخذني شبه الطرب من كراماته رأى رجل بعض الموتى فسأله عن حاله وعن أقرابه أقرانه أقرابه فقال الليلة ينزل الفخر عندهم عند الحق وكل الليلة جمعة ينزل إليهم ويجتمعون إليه وذكر أنه رأى هذا المنام مرارا من كراماته رأى رجل في منامه قال يقول الشيخ الفخر كان صادقا مع الله ثم قال الشيخ الفخر كان من الصديقين وبالجملة فالمنامات كثيرة جدا التي رويت له عبد القني كان من أكابر الزهاد المشهورين بالصلاح والإيثار وله أتباع ومريدين وبنت له أم الخليفة الناصر وبنت له أم الخليفة الناصر مسجدا حسنا بتل الزبيدية ببغداد بالعراق وكان يقصده الناس فيتكلم عليهم وزوجته بجارية من خواصها فانقطع وزوجته بجارية من خواصها عفوا الماشاء الله عليك سيدي فتكلم عليهم وزوجته بجارية من خواصها فانقطع وجهزتها بنحو عشرة ألاف دينار فما حال الحول عندهم من ذلك شيء بل جمع جميع ذلك تصدق به وكان يتصدق كل يوم بألف دينار وأصحابه سيام لا يدخل لهم إفطار ويقول إنه لم يبق عندهم من جهاز زوجته إلا هاون ويقال أنه وقف عليه سائل يلحف الطلب ويصف فقره وحاجته وأنه مذ كذا لم يجد شيئا فأخرج إليه الهاون وقال خذ هذا كل به في ثلاثين يوما ولا نشنع على الله عز وجل عبد الله بن عبد الغني المقدسي الدمشقي الحافظ بن الحافظ بن موسى ويلقب جمال الدين بن الحافظ عبد الغني المقدسي الجهبد الحبر حافظ وقته من كراماته رأى بعضهم في النوم فقال له ما فعل الله بك فقال أسكنني في بركتي رضوان علي بن سليمان بن أبي العز الخباز كان زاهدا صالحا كبير القدر القدوة له أتباع وريمريدون وله زاوية ببغداد وأحوال وكرامات سمع عنه الدمياطي وحدث عنه في معجمه وقال قتل شهيدا في وقعة تتر في محرم سنة 656 ويقال أنه ألقي على باب زاويته على مزبلة ثلاثة أيام حتى أكلت الكلاب من لحمه وكأنه كان قد أخبر عن نفسه وبذلك في حياته وكان المنتصر بالله يزوره ويرسله الشيخ محمد الركاب إلى داره يأتيه في خبره فيستشق في به محمد بن أحمد اليونيتي البعلبكي تقي الدين أبو عبد الله قطبه وقتي الشيخ الفغير المحدث الحافظ الزاهد العارف الرباني أحد أعلام وشيوخ الإسلام لم يرى مثل نفسه في زمانه وجمع بين علمي الشريع والحقيقة كان ذا أحوال وكرامات وأوراد عبادات لا يخل بها ولا يؤخرها عن وقتها لورد لا يخل بها ولا يؤخر عنه أقطها لورود أحد عليه ولو كان من المنوك وكان لا يرى إظهار الكرامات يقول كما ولانا حجازي ما سمع شاستمسيدي يقول كما أوجب الله على الأنبياء ظهار المعجزات أوجب على الأوياء إخفاء الكرامات ويروا عن الشيخ عثمان شيخ دير ناعس وكان من أهل الأحوال قال قام الشيخ الفقيه الوقت ثماني عشر سنة ولبس الخرقة من الشيخ عبد الله اليوني الزاهد صاحب الأحوال وكرامات الذي يقال له أسد الشام وانتفع به وكان للشيخ عبد الله زوجة صالحة لها ابنة جميلة فكان الشيخ عبد الله يقول لها زوجينيها من الشيخ فيتقول له إنه فقير وأنا أحب أن تكون ابنتي سعيدة فيقول كأني أراه وإياها في دار وفيها بركة وله رزق كثير والملوك ترددون في زيارته فزوجتها منه فكان الأمر كذلك أحمد بن عبد الدائم المقدسي الكاتب المحدث المعمر الخطيب زين الدين أبو العباس من كراماته رأى رجل الليلة تمات في المنام كأن الناس في الجامع وإذا ضج فسأل عنها فقيل له مات هذه الليلة مالك بن أنس قال فلما أصبحت جئت إلى الجامع وأنا مفكر وإذا إنسان ينادي رحم الله من حضر جنازة الشيخ زين الدين بن عبد الدائم علي بن عثمان الوجوهي البغدادين مقرئ الصوفي زاد شمس الدين أبو الحسن الإمام العرب الله من كراماته ما قال ابن رجب أتاء أم بآني غيره واحد عن الشيخ الضهير ابن الكازروني قال يحكى لي الشيخ رشيد الدين ابن أبو القاسم ابن العدل محب الدين مصدق حدثه وقال رأيته ابنه الوجوهي بعد موتي فقلت ما فعل الله بك فقال نزل علي ملكان والجلسان وسألاني فقلت لمثل ابن الوجوهي قال ذلك فأثجعاني ومضي سبحان الله موسيقى شكرا